بمعاونة فصائل تدعمها إيران، سيطرت قوات الأسد على حقول نفطية جديدة في الصحراء الواقعة في جنوب غرب محافظة الرقة في تقدم جديد أمام مقاتل تنظيم الدولة قوات الأسد تمكنت من السيطرة على حقل الدول عن نفطه بالإضافة إلى حقل زملة للغاز في المساحات الواسعة من الأراضي التي انسحب منها تنظيم الدولة في الأسابيع الأخيرة للدفاع عما تبقى له من أراضي في سوريا معظم حقول سوريا النفطية تقع بشكل أساسي في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد والتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الحقول المنتشرة في محافظة الرقة أيضا خسرها تنظيم الدولة أمام تقدم ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقاتل التنظيم حاليا داخل مدينة الرقة وبعد الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات النظام التي تعاونها فصائل من العراق ولبنان مدعومة من إيران موجودة الآن على أطراف جبل البشرة وهو أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة ويقع على بعد خمسة وخمسين كيلو مترا غرب مدينة دير الزهر وسائل الإعلان الرسمية ذكرت أن طائرات روسية قصفت أيضا محيط بلدة السخنة الوقيعة إلى الجنوب والتي تمثل بوابة محافظة دير الزهر بشرق سوريا والتي تجاور العراق ومن المرجح أن تكون آخر معقل رئيس لتنظيم الدولة في سوريا إذا سقطت الرقة وسائل إعلام النظام ذكرت اليوم أن ما تدعيه بالجيش سيطر على حقول دبيثان شرق بئر حوران وبئر رميلان جنوب بئر الزملة ورجم الجوزا جنوب مدينة الرصافة الأثرية في ريف الرقة الجنوبية وذلك بعد ساعات من السيطرة على حقل الدول عن نفطي هذه السيطرة التي حققتها قوة الأسد بدعم من إيران ومن طائرات الحرب الروسية في الأسبوع الماضي وأيضا على حقل الهيل للغاز شمال شرق المدينة التاريخية أدت إلى ما جعله على بعد ثمانية عشر كيلو مترا إلى الجنوب من السخنة ترجمة نانسي قنقر